حكم بالحديد والنار ذاك ما أنتجته الإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقال في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية فشل الانتقال في كل شيء عدد تنصل من مسؤوليته وممارسة التسلط على الناس وتركهم للموت بكورونا دون إبداء أي مساعدة هذا الوضع ولد نقمة الشارع العدني الذي خرج في مظاهرات ليلية تنبذ الميليشيا المتسلطة على المدينة وتطالب بعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها تلك المظاهرات استفزت غريزة الميليشيا للدم فردت عليها بإطلاق نار نتج عنه مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين وبحسب شهود عيان فإن مسلح الانتقال أطلق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين في حي كريتر بعد أن رفعوا شعارات تطالب بعودة الحكومة ورحيل المجلس الانتقالي كما ندد المتظاهرون بترد الخدمات العامة وانهيار النظام الصحي في ظل تفشي الأوبئة التي أودت بحياة المئات وترزح العاصمة المؤقتة لسلطة الانتقال الذي قام بدعم من الإمارات بطرد الحكومة الشرعية وإخضاع العاصمة المؤقتة لسيطرته في خطوة وصفت حينها بآخر مسمار في نعش اتفاق الرياض الذي أبرم في وقت سابق ويجري الآن محاولة إحيائه عبر ما يسمى بالآلية التنفيذية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر